السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا الدول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع لمن خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا آآ فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة تطوع في فيتنا مشاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفايزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاء كتير. التقديم والقبول فيها حصرية عن طريق قناتنا. آآ اضافة وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب انويل كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاومها موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ لبركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. تمام? آآ بالنسبة لفرصة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في سنغافور. تمام? يبقى الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة سنغافورة. طبعا دولة معروفة انها من اقوى الدول الاسيوية. تمام? دولة قوية جدا. وكمان الاقتصادها قوي والعملة بتاعتها آآ قوية. آآ بالنسبة لاسم المنحة. اسم المنحة دي تمام? والمنحة دي مقدمة من جامعة اسمها نانية آآ تكنولوجيكال يونيفرستي. تمام? ده اسم الجامعة. وده اسم المنحة. طيب بالنسبة ليه المرحلة الدراسية الموجهة لها هذه المنحة المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراء. يعني اي مرحلة دراسية انت عايز تقدم لها متاحة في هذه المنحة. متاح درجة البكالوريوس لو انت مخلص سنوية عامة آآ وعايز تدرس درجة البكالوريوس او الليسانس تقدر تقدم لو انت عايز تدرس درجة الماجستير تقدر تقدم عايز تدرس درجة الدكتوراه تقدر تقدم متاح جميع المراحل الدراسية طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي بكل سهولة كمان بتقبل اعداد كبيرة تمام طيب تعال نتكلم بقى هنا عن التمويل وركز معي بقى عشان من الصعب انك تلاقي تمويل اه ضخم زي التمويل اللي موجود في المنحة دي اول حاجة عندك رسوم الدراسة كاملة بالمجان انت مش هتدفع اي رسوم دراسية خاصة كل آآ رسوم الدراسة تمام هتكون على حساب الجامعة آآ الجامعة دي رسوم الدراسة فيها غالية جدا ولكن طبعا لو تم يبولك في المنحة انت مش تدفع اي شيء خالص كل التكاليف على حساب المنحة او الجامعة طيب هيكون في كمان راتب سنوي مقداره ستة الاف وخمسمية دولار ده للباكالوريوس الناس اللي هتدرس الباكالوريوس دي هالراتب سنوي ده تمام والناس اللي هتدرس الماجستير والدكتوراء والدكتوراء ليها راتب شهري تمام تلات تلاف دولار دول شهري يعني بقى فيركز معي هنا ده راتب سنوي ستة الاف خمسمية دولار للباكالوريوس وده راتب شهري تلات تلاف دولار للماجستير والدكتوراء طبعا معروف ان الماجستير والدكتوراء بياخدوا راتب اعلى بكتير جدا في معظم المنح آآ يعني عشان ظروف المعيشة وكده نظرا ان مثلا انت لو هتسافر مع اسرتك او حاجة او تستحب اسرتك معاك فيكون المبلغ كافي تمام كده طيب الراتب ده عشان بس يغطي لك تكاليف المعيشة طيب في حاجة كمان وهو ان في راتب سنوي الراتب السنوي ده هو الفين دولار للباكالوريوس وراتب سنوي برضو اربع تلاف دولار للماجستير والدكتوراء ده للسكن يبقى فيه هيكون في راتب للمعيشة وهيكون في راتب للسكن يعني كل حاجة عليهم ده فطن هيكون في تذاكر طيران بخيمة خمس تلاف دولار الماكسيموم خمس تلاف دولار يعني تذكر الطيران زهاب وعودة تمام هتكون على حساب الجامعة بقيمة خمس تلاف دولار فطبعا دي حاجة ممتازة اضافة هيتم توفير زي لابتوب جهاز كمبيوتر محمول اثناء الدراسة طبعا تقدر تستخدمه في الابحاث وفي دراسة ده برضو هيكون من ضمن الاشياء المتاحة في الملحة كمان الملحة ذكرت على موقع الرسمي ان هو هيكون فيه زي اتاح فرص الصفر للخارج لحضور مؤتمرات ودورات تابعة لتخصصك على حساب الجامعة يعني كمان هم هيوفروا لك زي كده او برامج تداريب تقدر انك تروح مسلا دولة جنب سنغفورة او تروح اي دولة تانية تاخد فيها كورس تدريبي كده او تحضر فيها مؤتمر تابعة تخصصك وهيكون التمويل كله لو انت هتروح تحضر مؤتمر او تحضر تدريب او اي شي في دولة تانية خارج سنغفورة هيكون على حساب اه الجامعة انت مش تدفع برضو اي تكاليف فركز معايا كده وشوف التكاليف دي يعني واحد يبص كده المنحة اقول لك ايه المنحة دي يعني حاجة غريبة انهم بيوفروا كل التمويل ده ولكن يا جماعة المنحة دي صحيحة وكل التفاصيل دي ان انا بقولها موجودة بالفعل على الموقع الرسمي للجامعة اللي هورهولكو بعد شوية تمام طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي عندنا تخصصات كتير اول الحاجة التخصصات المتاحة للبكالوريوس عندنا المحاسبة وادارة الاعمال عندنا الفن والتصميم والاعلان دراسات الاتصال عندنا الطب موجود اه تخصص الهندسة موجود تمام العلوم الاجتماعية تخصص العلوم علوم رياضية انت عندك كمان ناس اللي بتدور على الطب والهندسة والحاجات اللي زي دي موجودة هي في المنحة دي تمام كمان بالنسبة لتخصصات الماجستير والدكتوراه دي كلها تخصصات الماجستير والدكتوراه. عندك زي كلية دراسات العليا المعهد الوطني للتعليم. كلية العلوم البيولوجية. كلية علوم مهندسة الحسوب. تمام? كلية ادارة الاعمال. كلية الفنون والتصميم والاعلام. كل دي تخصص. هفتقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه. ولو حتى انت مسلا في تخصص انت درسته مش موجود من ضمن التخصصات. يعني مسلا انت هتقدم على الماجستير. تمام? وانت درست في البكالاريوس تخصص بس مش موجود هنا. تقدر تقدم برضو على تخصص مشابه ليه. تمام? يعني فليكن انت مسلا درست اقتصاد والاقتصاد مش موجود في التخصصات دي. فممكن مسلا تدرس ادارة اعمال تخصص مشابه ليه وقريب منها ممكن يتم يقبولك فيه. تمام? يعني لو حتى تخصصك مش موجود تقدر تقدم على تخصص مشابه. اه هنا كمان عندنا ملاحظة. هذه المنحة متاحة لجميع الاعمار بدون حد اقصى للعمر. تمام? مفيش ماكسيمم للعمر. فجميع الاعمار تقدر تقدم في هذه المنحة. كمان يمكنك التقديم ازا كنت في اخر سنة دراسية من المؤهل الحالي او تخرجت بالفعل. طيب الناس اللي في اخر سنة واحد مسلا في اخر سنة بكالاريوس وعايز يقدم ماجستير تقدر تقدم عادي. بتقدم بكشف درجات كل السنين اللي فاتت. يعني مسلا انت في سنة ربعة دلوقتي وعايز تقدم للمنحة على اساس درجة الماجستير. تجيب كشف درجات او تجيب اه 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 ورقة بكل المواد اللي انت درستها سابقا. تمام? لحين تخرجك. لو انت مسلا مخلص او لو انت في اخر سنة من السنوية العامة وعايز تقدم بكالاريوس تقدر تقدم عادي جدا تجيب كشف درجات لسنة التانية سنوي. هكذا. تمام يا جماعة? عشان يكون الموضوع واضح. اه هنا عندنا كمان ان شهارة اللغة الانجليزية ليس يلزمية عند التقديم. المنحة دي طلبة منك يكون عندك شهارة لغة. تمام? ولكن شهارة اللغة المطلوبة مش الزامي توفرها عند التقديم. يعني ممكن تقدم عادي جدا في المنحة. واذا تم ابولك ساعتها تقدر توفر شهارة اللغة. تمام? يعني الناس اللي مش معاها شهارة لغة حاليا مش مشكلة بتقدر تقدم عادي. وساعتها لو تم ابولك ده بيكون حافز ليك انك تقدر تجاهز اي اوراق نقصك واي شيء نقصك. تمام كده? طيب ايه هي الاوراق المطلوبة في المنحة دي? اول حاجة مطلوب صورة شخصية لك. تمام? مطلوب منك صورة جواز الصفر او بطاقة الهوية. يعني اي شيء منهم يمكن. لو واحد مش معاه جواز الصفر. ممكن تقدم عادي جدا بصورة البطاقة او صورة الهوية. اه مطلوب منك شهادة التخرج او شهادة السنة الاخيرة ازا ما ازا ما زلت تدرس في المرحلة الحالية. تمام? مطلوب خطة بحس للماجستير والدكتوراه فقط. لو واحد اقدم على ماجستير او دكتوراه لازم كمان يوفر خطة بحس. اه كمان مطلوب شهادة اللغة الانجليزية ولكن ان وجدت تمام ان وجدت. يعني مش مطلوبة بشكل الزامي ومش هتأثر على طيب. اخر موعد للتعديم في الفرصة دي هو تلاتين نوفمبر. ده اخر موعد. فتبدأ انت حضراتك بقى تجهز اوراقك عشان تقدم في المنحة دي. لان اخر موعد تلاتين نوفمبر. هنا عندنا ملاحظة اللي احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية. زي خدمة التعديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني اللي عايز تقدم ان خلالنا على هذه المنحة متاح. كمان في خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي ممكن نجهز لك الاوراق بشكل عام وانت تستخدمها في التقديم لاي منحة او فرصة انت عايزة دي برضو خدمة تانية. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة التواصل معنا او استمارة كل خدمة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. آآ تملأ هذه الاستمارة وان شاء الله بإذن الله يتم التواصل معك فيها بوقت وترتيب كل شيء. طيب هنا هتلاقوا الاعلان الرسمي للبكالوريوس اللي بيوضح الكلام اللي انا قلته وهنا الاعلان الرسمي الماجستير والدكتورات. تعال نبص على الاعلان الرسمي البكالوريوس ونشوف الكلام اللي موجود فيه اللي انا قلته. طيب ده الموقع الرسمي للجامعة تمام. وهنا ده بالنسبة لتفاصيل اللي هو اهي اه دي المنحة. هتلاقي التفاصيل كلها موجودة هنا. هتلاقي تمويل موجود هنا ممكن في حاجات كمان اكتر تمويل اكتر انا ما وضحتوش هتلاقي هنا يعني بيقولك هنا بالنسبة للراتب السنوي كام بالنسبة لتذاكر الطيران الراتب اللي هيكون خاص للسكن آآ كمان المؤتمرات اللي هيتم عملها في الخارج الكمبيوتر اللي هيتم توفيره كل تفاصيل هتلاقي موجود هنا تمام كنا دي كل التفاصيل الخاصة بآآ طيب تعالى ان بص على الاعلان الرسمي للماجستير والدكتوراه هتضغط على الاعلان الرسمي ده هيفتح لك للماجستير والدكتوراه هتلاقي برضو كل التفاصيل هنا الخاصة بالماجستير والدكتوراه والراتب الشهري للانترناشن ستودينت او الطلاب الدوليين تلات تلاف دولار وبرضو تفاصيل الراتب هتلاقي هنا وكل تفاصيل المنح طيب لو انا بقى عايز اقدم لآآ المنح دلوقتي انا عايز اقدم للمنح المفروض هامل ايه حضرتك هتخش على الموقع الرسمي من هنا هتلاقي فيه رابط التقديم تمام اللي هو تضغط عليها هيدخلك على اه التقديم تمام طيب دلوقتي تعالى نبص على التقديم التقديم بالنسبة ليه خلي بالكوا يا جماعة فيه هنا اه اتنين يعني او فيه للماجستير والدكتوراه وفيه للباكالوريوس انا هنا دلوقتي هوضح بس بشكل مبسط وسريع بالنسبة للباكالوريوس تمام طيب ده بالنسبة للباكالوريوس هتلاقي بيزهر لك بالشكل ده مطلوب فيه انك تحط بياناتك تحط اسمك اسم العائلة تحط رقم جواز السفر بتاعك او بطاقة الهوية تحط عنوانك الحالي تمام طيب بعد كده بتخش على تاني جزئية وهي اختيار التخصصات طبعا انا مش هادر اخش على كل من دول او كل جزئية من دي لان طبعا لازم املى بشكل كامل يعني انا لازم املى الجزئة دي الاول عشان اقدر اخش على الجزئة التانية يعني لو جينا ضغطنا على دي مش هيدخلني ليها لان بيقولي في حقول او في اماكن فاضية فلازم طبعا املىها الاول فانا اشرح لكم كل كده خارجيا ايه اللي فيه فبالنسبة للسكشن ده هتلاقي فيه اللي هو اختيار التخصصات عندك حوالي ستة تخصصات بتختار تخصص رئيسي اللي هو انت عايزه بالفعل وبتختار التخصصات فرعية يعني في حالة ربما بتقبلتش في التخصص الاول ممكن اه يتم يبولك في التخصصات اللي بعد كده في تالت حاجة اللي هي مؤهلات التعليم بتحط بقى في الجزئية دي بيانات المدرسة اللي انت درست فيها او الجامعة اللي انت درست فيها في المرحلة السابقة تاريخ التخرج اه او التاريخ المتوقع للتخرج بتحط كل تفاصيل المكان اللي انت درست فيه والدولة اللي انت درست فيها تمام بعد كده جزئية اللي هي الاشياء اللي مطلوبة منك او مش الاشياء المطلوبة. يعني انت مسلا لو شخص عنده كورسات عنده خبرة عمل. عنده اشياء اضافية. عنده شهادات تطوع. عنده شهادات تكريم. كل الحاجات دي بتحطها هنا. بتحط بياناتها في طب انا ما عنديش ولا شهادة ولا شهادة كورسات حضرتها او حاجة. ممكن قدر اقدم. ممكن تقدر تقدم. ده مش مطلوب بشكل الزام. ممكن تقدم عادي جدا حتى لو انت مش عندك كورسات. وهنا في بيقول لك معلومات اضافية بيسألك يعني انك شخص اه يعني بصحة جيدة بعد الاسئلة عن الصحة بتجاوب عليها نفس النظام. وهنا دي اللي هي خلاص اثبات انك بالفعل ما لقت كل الحقول دي نجاح طيب. بعد لما بتملك كل من دول بيطلب منك اه انك تحط الباسورد في اخر الجزئية تمام? وبعد لما بتضغط على كلمة بيبدأ هو يبعط لك رسالة على الايميل بتاعك في ايميل انت بتكتبه هنا اللي هو ايميلك الشخصي. بتوصلك رسالة على الايميل. الرسالة دي فيها الاي دي نمبر او الابليكيشن نمبر وفيها الباسورد اللي انت اخترته. بتروح حضرتك ضغط على اللينك اللي وصلك في الايميل وبتكتب الابليكيشن نمبر وبتكتب الباسورد وبعد كده بتلاقي صفحة تانية فتحت معاك تمام? بالشكل ده. طيب مطلوب منك هنا انك تكمل بقى باقي الاشياء لان مش كده النهاية مش الجزئية دي هتملاها وخلص الموضوع. لا فيه سكشن تاني او فيه جزئية تانية لازم تعملها. هنا بقى بالنسبة لجزئة الوصائق تمام? اول حاجة مطلوب منك الصورة الشخصية بتعملها ابلود وبتحملها هنا. دي حاجة اسمها بالنسبة للأوراق الاضافية او الاوراق المطلوبة منك اللي انت المفروض تحطها زي شهارة تخرجك الحاجات اللي زي كده. برضو مطلوب منك انك تحطها هنا. تمام? وهوريكو اه ازاي. هنا هتلاقي بالنسبة للجزئة دي هنا بيقول لك الوصائق الالزامية اللي انت تحطها زي صورة جواز الصفر او بطاقة الهوية مطلوب منك انك تحط شهارة التخرج بتاعتك. ولو مش من ترجمة ترجمة للغة الانجليزية. تمام? هنا بقى دي يعني الحاجات الاضافية اللي انت ممكن تحطها عشان ما واحد من الجيش شدتها يقول لي طيب هما محتاجين شهارة لغة بشكل الالزامي لأ. يا جماعة كاتبين هنا يعني حاجات اضافية. ممكن تحط الشهادة او ممكن ما تحطهاش حاليا. زي هنا معاك الاية اللي تساوي في الاوسات. لو معاك اي شهادة من الشهادات دي بتحطها مش معاك خلاص بتسيب الجزئة دي فاضي. تمام? طيب ده بالنسبة للوصائق. هنا عندنا يا جماعة في حاجة اسمها فيه. في رسوم ده. الرسوم دي بتقدر بحوالي خمستاشر دولار. طبعا الرسوم دي معظم الجامعات القوية او المنح القوية بتفرضها عشان ضمان الجدية. فانت لازم تدفع برضو رسوم اللي هي خمستاشر دولار. ودي حاجة بسيطة جدا. يعني فيه منح بتعمل ميت دولار رسوم ومتين دولار. انما الملحة دي رسومها بسيطة جدا. خمستاشر دولار رسوم تمام? آآ طبعا بقى ركز بقى معايا كمان في حاجة بقى هنا اللي هي في الجزئة دي انت لازم تملاها. ليه? لان الجزئة دي آآ انت دلوقتي مالية التقديم للجامعة. لازم تملا لو انت هتقدم للمنحة لازم فيه تاني بتملاه مع التقديم. بتروح جاي ضغط على كلمة دي عشان يفتح معاك المنحة. تمام? لان لازم تملا برضو ده عشان تثبت انك عايز تنضم للمنحة. فهنا بتحط بتاعك زي ما انا قلت لكم فيه الابليكيشن نمبر بيوصلكوا على ايميل وبتحط البسورد بتاعك. وبعد كده بتخش على المنحة. بيكون مطلوب في المنحة ده. اللي هو خطاب نية. بيكون في بعض المقالات عن التخصص ان انت عايز تنضم ليه. بتجاوب على كل هذه المخالات. فجزئية او جزئية المنحة. هو فقط هتلاقي فيه مقالات لازم يتم الاجابة عليها. تمام كده? فدي بالنسبة للحاجات المطلوبة. طيب انا كده اشرح تلكوا اه الابليكيشن ازاي بيكون? طيب بالنسبة للاعلان الرسمي هنا الاعلان الرسمي ليه الماجستير? لو انت طبعا عايز تقدم للماجستير او الدكتوراه بتيجي بتضغط على كلمة دي عشان يفتح معاك التقديم للماجستير والدكتوراه. تمام? فهيفتح معاك الابليكيشن بالشكل ده. زي ما يظهر قدامنا. طيب هنا بتلاقي كزا فرع فانت هتروح على كلمة نيو ابليكيشن دي. تمام? كلمة نيو ابليكيشن دي هتضغط عليها. تمام? وبعد كده انت بتبدأ تملأ حقول التقديم الخاصة بالماجستير والدكتوراه. لان ليه ابليكيشن خاص لوحده. والماجستير والدكتوراه ليهم ابليكيشن خاص. تمام? وهو يعتبر نفسه. يعني انت هتمشي على نفس الخطوات. ما فيش حاجة جديدة تعملها. يعتبر الاشياء المطلوبة مشابعة. برضو هتلاقي مطلوب البيانات الشخصية. اختيار التخصص المرحلة الدراسية اللي انت درستها سابقا. يعني هتمشي على نفس للناس اللي هتقدم والدكتوراه. وبرضو هتعمل نفس النظام. تمام كده? طيب. دلوقتي شرحنا المنحة كاملة. شرحنا تفاصيلها. ايه الاشياء المطلوبة فيها? ايه التمويل اللي بتقدمه? ايه التخصصات الموجودة فيها? فما تنسوش كمان ان اه اخر معادل التقديم هو تلاتين نوفمبر الفين وعشرين. فيا ريت تبدأ وتجاهزوا كل شيء من دلوقتي. عشان ما يعني ما تجوش قبل الانتهاء بفترة صغيرة وتكونوا في حاجات نسينا. فالافضل تجاهزوا الاشياء من اه من الان يعني. تمام? وتحاولوا تقدموا ان شاء الله وبازن الله يكون بالتوفيق ولا بوليكم في هزي المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.